قبل شهر من الآن أحيى الدولة الكويت الذكرى الثامنة والخمسين لإقرار دستور البلاد الذي وضع الأسس المتينة للممارسة الديمقراطية التي ساهمت في بناء مؤسسات الدولة كل شيء في المسار الانتخابي الكويتي بدأ بعد الـ 11 من نوفمبر من عام الفين أو من عام الف وتسعمائة واثنين وستين تعتبر الدستير أحد الأعمد الرئيسية التي تقوم عليها الدول المتقدمة لاحتوائه على مجموعة من المبادئ والقواعد والأحكام لتنظيم الحياة السياسية ودستور دولة الكويت الذي صدر في 11 من نوفمبر عام الف وتسعمائة واثنين وستين هو الأقدم في منطقة الخليج العربي شكل نقلة نوعية نحو بناء دولة حديثة قائمة على مؤسسات دستورية دستور الكويتي يعتبر من الدستير المهمة والمتميزة في دول العالم باعتباره دستورا يتضمن العديد من المبادئ المستوحات من واقع المجتمع الكويتي والذي يقوم على أسس ديمقراطية متميزة ترسي دعائم الحياة الديمقراطية والنيابية في المجتمع الكويتي من أهم الميزات التي تمتع فيها الدستور الكويتي أنه جمع بين نظامين النظام الرئاسي والنظام البرلماني اللي يتوافق مع طبيعة المجتمع الكويتي وعلاقته ما بين الحاكم والمحكوم فنظم الدستور الكويتي هذه العلاقة وأعطى أفضلية للبرلمان على السلطات التنفيذية دولة الكويت مرت بتجارب دستورية عبر تاريخها السياسي بداية من إقرار دستورها الأول وصولا إلى دستورها الحالي لكنه لا يزال يحقق أهدافه السامية سعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية تميز الدستور الكويتي بأنه دستور يحاكي الحياة الواقعية في الكويت ويجسد الصورة الواقعية لما جبل عليه الشعب الكويتي من علاقته بين الحاكم والمحكوم وكذلك علاقة الأفراد فيما بينهم وبالتالي فإن هذا الدستور الكويتي جاء معبرا عن الحياة الواقعية في الكويت ومؤكدا على المبادئ والأسس الديمقراطية التي استمدت من طبيعة هذا الشعب وعلاقته بالسلطة الحاكمة دستور الكويتي كفل لنا الحرية وكفل لنا حرية التعبير والحرية المسؤولة التي تبني ولا تهدم كثير من تطلعات الشعب الكويتي لا بد أن تنعكس إجابا على حسن الاختيار لا يعني أن العمل البرلماني بمجبلة ما فيها فوات أكيد فيها فوات لكن المجتمعات الحية هي التي تعالج وتتجاوز كل الأزمات دستور دولة الكويت يعتبر مفخرة الدستير كونه نتجا من تجارب دستورية سابقة مرت بها دولة الكويت عبر تاريخها السياسي وضع في أبوابه الخمسة النظام الأساسي للديمقراطية ونظام الحكم في الكويت من خلال تقنين العلاقة بين السلطات الثلاث ورسم المقاومات الأساسية والحقوق والواجبات للمواطن الكويتي